أربعة ملايين عراقي أو يزيد يسكنون المناطق العشوائية بواقع أربعة ألاف وستمائة وتسعة وسبعين تجمعاً في ظاهرة تعظمت خلال السنوات الماضية وأصبحت مأزقاً يواجه السلطات الرسمية لما تشكله من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وكذلك صحية لكن ما هي خارطة تلك العشوائيات تحتل العاصمة بغداد المرتبة الأولى في عدد المناطق العشوائية وبواقع ألف تجمع سكاني لتشكل ما نسبته ثلاثة وعشرين في المائة من مجموعها في عموم مدن العراق تلي العاصمة بغداد محافظة البصرة والتي تضم سبع مائة وخمسة عشر تجمعاً للمنازل العشوائية وبعدها محافظة النجف التي تحوي على تسعة وثمانين تجمعاً عشوائياً ثم المثنة تشير الأرقام الرسمية المسجلة إلى أن نحو أربعة ملايين نسمة يسكنون تلك العشوائيات لكن لجنة الخدمات النيابية أعلنت في ألفين وواحد وعشرين أن ستة ملايين عراقي يسكنون تلك العشوائيات ثمنى مائة وستة وأربعين ألف نسمة منهم في بغداد وحدها وهنا سؤال يطرح نفسه ما هي خطط الحكومة الحالية لمواجهة تلك الأزمة يؤكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أن أزمة السكن أنها تمثل أولوية لدى حكومته أخذاً بنظر الاعتبار حجم الأزمة وحاجة المواطنين التي دفعتهم إلى سكن تلك العشوائيات ورغم إقامة المشاريع العمرانية والسكنية وخاصة المدن العمودية في الكثير من مدن البلاد يؤكد مواطنون أن أسعارها مبالغ فيها وهو ما فاقم أزمة السكن ليصبح العراق بحاجة إلى أربعة ملايين وحدة سكنية على أقل تقدير للخلاص من هذه الأزمة